على ما يبدو أن الضغط الشديد على عقدة الأزمات السياسية في العراق انفجر إلى مرحلة ملامح الاقتراب من حلحلة بين الأقطاب والكتل والقوة التي تتناحر فيما بينها على تشكيل الحكومة الانفراجة المرتقبة جاءت بعد أن تيقن سياسي البلاد أن المفاوضات هي الحل الوحيد لإنقاذ العراق من الغرق وانتشال البيت السياسي من أوراق التأزم والانسداد كلمة السر عند البيت الشيعي أصبحت أكثر تكشفا بعد تقارب للإطار التنسيقي من قبل بعض النواب كذلك استمرار المفاوضات الكردية الكردية حول منصب رئيس الجمهورية حراك فاعل يعود للساحة السياسية بدى واضحا من خلال لقاءات فاعلة للخروج من المأزق عاجلا كلقاء زعيم الديمقراطي الكردستاني بتحالف السيادة والتأكيد على تشكيل الحكومة بتهشيم العقبات كافة ورغم اعتكاف زعيم التيار الصدري مدة أربعين يوما مبتعدا عن خوض الحوارات السياسية إلا أنه لم يغلق الباب أمام القوى السياسية الأخرى لمزيد من الحوارات يقين عند كل طرف من أطراف الصراع أن إنقاذ البلاد لابد أن يبدأ من إتمام العملية السياسية بنجاح وبسرعة قبل فوات الأوان في صعيد متصل يبرق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتصريحات صاروخية على المستهترين بأمن المواطنين والصانعين للفتن بحجة مناورة أو ضغط سياسية مهددا بمحاسبة من أجرم بحق الشعب العراقي ومشددا على ضرورة احترام هيبة الدولة وسيادة القانون إذن لا مفر أمام السياسيين بالإجماع على تثمين وعي العمل السياسي وتحقيق انفراجة حقيقية يلمس من خلالها الشعب العراقي تشكيل حكومة بلاده واستكمال إنفاذ القوانين اللازمة لضمان حماية البلد من الخارجين على القانون وتمتين بيته الاقتصادية وإعلاء كلمة القانون اشتركوا في القناة